سنكمل عن مشروعات الصغيرة والمتوسطة وحكينا في المحاضرة الماضية عن أهميتها وتأثيرها في اقتصادات الدول وكيف يدورها في الاقتصادات في الدول طبعاً هذه المشاريع لها مزايا وعيوك من مزاياها أن صاحب المنشأة هو بالعادي الذي يديرها لهيك نضمن أعلى فعالية وأعلى سعي للفعالية في هذه العمليات لأن صاحب المؤسسة بالتأكيد سيكون يهتم بهذه التفاصيل بهمه تخفيض التكاليف بحجم كبير بهمه تخفيض الخطأ لأنه في النهاية أي خطأ سيخسر هو طبعاً هذه الميزة وقد تكون مخاطرة في نفس الوقت إذا ما كان هذا الشخص المالك والمدير هو على دراية كاملة بكل تفاصيل هذا العمل ولكن هي بشكل عام ميزة لها بعض السلبيات الأخرى التي يمكن أن يتم تجاوزها من خلال تعيين الأشخاص الخبراء في المجالات في المجالات التي هي صاحب هذه المؤسسة ما عنده معرفة فيها رقم 2 انخفاض حجم رأس المال يعني هذه المشاريع لا تحتاج رؤوس أموال كبيرة هي بكل بساطة إدخرات أحد الأشخاص أو مجموعة صغيرة من الأشخاص تجمع رأس مالها سواء لا يعملوا مشروع صغير الهدف من وراءه معيشة الهدف الرئيسي معيشة تحقيق أرباح تكفي للملاك أو أصحاب المشروع هذه المشاريع لا تحتاج رؤوس أموال كبيرة في الأغلب رقم 3 من مزايا هذه المشاريع أنها تعتمد على الموارد المحلية اللي موجودة في البلد عندها ما بتلجأ لموارد خارجية أكثر تكلفة أو من خارج البلد دائما تعتمد على موارد البلد نفسها وهذا يجعلها مساهمة في دعم موارد البلد نفسها بالإضافة لأن تحصل هذه المواد الأولية بأسعار أقل بشكل عام ما يعني بأسعار أقل من المشاريع الأخرى التي قد تعتمد على موارد من خارج البلد ليس موجودة في البلد الموجودة فيها رقم 4 ملقمة أنماط الملكية من حيث حجم رأس المل هذه المجموعة هي مدخرات بسيطة من خلالها بيقوموا بهذا المشروع فبالتالي الملكية الفردية في الأغلب أو ملكية العائلة لهذا المشروع هو الغالب على هذا القطاع من الأعمل رقم 5 إنخفاض قدراتها الذاتية على التطور والتوسع وهذه من الشغلات السلبية الموجودة في مثل هذه المشاريع أنه لا يوجد قدرة بشكل كبير على التطوير وطهير أماط العمل لدى هذه المؤسسات أو لدى هذه الشركات الصغيرة فهي تعتمد على خبرات أصحابها بشكل رئيسي ولأن رأس المال منخفض فما يتم الاستثمار في التطوير وعمل دراسات حول تطوير هذا المنتج والارتقاء فيه رقم 6 الإرتقاء بمستوى الإدخار والاستثمار كما قلنا، المورد الرئيسي لهذه المشاريع هي الإدخارات بشكل عام الغالبية تعتمد على إدخاراتها هذا يوجد مزايا ومخاطر بدل أن الإدخارات هي موجودة في الجيوب أو في البيوت أو في البنوك يتم استغلال هذه الموارد في عملية إنتاجية أو في عملية تجارية يتوفر فرص عمل للغير يتقوّن نشاط الاقتصادي في البلد فوجودها في مشروع هو أفضل بكثير من أن يتم وضعها على جانبه تبقى مدخرات ولكن إذا كان هذا المشروع غير مدروس ونتائجه غير جيدة فبالتأكيد سيكون الأفضل أن يتم وضع هذه الأموال في البنوك لا يتم تمويل مشاريع أخرى أكثر فعالية فهي سلاح ذو حدين بشكل عام رقم 7 المرونة هذه المؤسسة تعتمد على قرار فردي شخص واحد يستطيع أن يأخذ فيها القرارات إذا كان هذا الشخص جيد وملائم وعنده الخبرة والمعرفة الكافيين لهذا المشروع فبالتأكيد المرونة هذه ستكون جانب إيجابي لهذا المشروع أن هذا الشخص يستطيع أن يتصرف بسرعة حسب الظروف وحسب الإمكانيات التي لديه والعكس صحيح إذا كان هذا الشخص لديه الخبرة الكافية أو المعرفة اللازمة فالمرونة هذه وتحكمه وتفرده في القرار يمكن أن تخليه يأخذ قرارات خاطئة ويكون نتائجها سلبية جدا على هذا النشاط الذي يكون فيه وعلى هذه الشركة التي أسسها رقم 8 دائما تتوجه هذه الشركات للصناعات التكملية أو المكملة كثير من المؤسسات والشركات الكبيرة التي تحتاج العديد من الموارد في بعض الأحيان يمكن أن تكون بحاجة لخدمات صغيرة لا تكون فيها هي بنفسها فوجود مؤسسات صغيرة تعتمد صناعتها على هذه الصناعات المكملة سيكون خيار جدا مناسب للشركات الكبيرة بدل ما هي الشركة الكبيرة تذهب وتعمل هذا العمل بنفسها تجيب شركة مختصة وتقوم فيها وتريح راسها فالمشاريع الصغيرة بالعادة تستغل هذه الصناعات الصغيرة التي لا يوجدها ربح كثير للشركات الكبيرة فتم تجهلها وتتم استغلالها من قبل بعض الأشخاص ويعملوا مشاريع صغيرة لتوفير هذه الخدمات أو هذه الصناعة الصغيرة التي لا تنظر نظر كبار المستثمرين رقم 9 صعوبة العمليات التسويق والتوزيع هذه التكاليف العالية التي في كل مؤسسة وفي كل شركة موجودة ولكن في الشركات الكبيرة كما قلنا في رأس المال العالي يكون لديهم القدرة أن يعملوا التسويق بشكل كبير يجلبوا السيارات للتوزيع ولكن المؤسسات الصغيرة مثل رأس المال المنخفض يكون التوزيع عندها في الغالب هو من أعلى التكاليف الموجودة عندها لهذا دائما يكون موضوع التوزيع هذا مشكلة ولكن هناك شخص استغلت هذه المشكلة وعملت مشاريع توزيع شركات فقط للتوزيع كما قلنا الشركات الكبيرة تحتاج خدمات يأتي أشخاص يعملوا مشاريع صغيرة لتغطية هذه الخدمات نفس الشيء الذي عمل شركات التوزيع اليوم والذي يجلب سيارة ويوزع فيها أو سيارتين أو ثلاثة أو ممكن متسكلات وفزب هذا استغل حاجة بعض المؤسسات وعمل هذا المشروع الصغير ووفر لهم خدمة كثيرا أوفر من أنهم يقدموها لحالهم أو حتى يمكن لديهم القدرة أصلا أنهم يعملوها فكانت كمان استغلال هيك تستغل الفرص دقم عشر لا يوجد هذه الإدارة فيها الشخص صاحب الشركة يعني يعني فيها الشخص صاحب الشركة يعني 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 لا يوجد قرار جماعي لهذا ليس كثيرا سهل هذا الموضوع وهذا مشكلة يعني الاعتماد على شخص واحد زي ما حكنا قد يكون عنده المعرفة الكاملة ولكن مرات يمكن يكون عنده المعرفة منقوصة فهذا سيسبب مشكلة ويضع في هذه المؤسسات رقم 11 تكلفة خلق فرص العمل منخفضة يعني يعني هي صناعات صغيرة او خدمات صغيرة مش شرط صناعة سيسبب مشكلة لا يحتاج او خدمات صغيرة في أغلب الأحيان لا تحتاج عمال غاليين او مكلفين او عندهم مهارات محددة ف قدرة هذه المؤسسات على توفير فرص عمل هي قدرة عالية و زي ما حكينا اكتر من 60% من العاملين أو بحدود 60% من العاملين في العالم هم عاملين في مؤسسات مثل هذه المؤسسات في النهاية ما يميز هذه المشاريع في منها مزايا إيجابية وفي منها المزايا الصلبية ولكن على الرغم من كل هذا ما بنقدر ننكر دورها المهم في الاقتصاد وتأثيرها الكبير على الاقتصادات في كل العالم تقريبا وهذا اللي راح نكشف في المحاضر الجاي يعطيكم ألف عفية